تعترض منظومة السهم الإسرائيلية في سماء تل أبيب صاروخاً أطلق من اليمن عشية الإعلان الرسمي لاغتيال نصر الله وتقدم فصائل وأذرع إيران عزاءها على وقع تهديد ووعيد لم يجد موقعاً له بين توقعات النشطة عبر منصات التواصل والتي جاءت مؤكدة عدم قدرة إيران على أي رد قوي أما أسباب تلك التوقعات فتعود بحسب محللين إلى تكرار مسلسل الوعيد دون تنفيذ وتدمير إسرائيل لجميع قيادات الصف الأول ومعظم قيادات الصف الثاني في حزب الله والأمر الآخر مرده إلى سعي إيران لعدم خوض حرب شاملة تبدد مصالحها مع الغرب في الأثناء تتحرك الأمم المتحدة وعلى لسان أمينها العام وروسيا وفرنسا ودول في المنطقة بنداءات ضرورة التهدئة في لبنان خشة استمرار إسرائيل بقصف مواقع مأهولة بالمدنيين اذ تحول المشهد في لبنان إلى خطورة بالغة للغاية في ظل تصريحات وزارة الصحة عن سقوط أكثر من عشرة آلاف بين قتيل ومصاب جرى عشرات الغارات الإسرائيلية والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنه مستمر بها لحين إرجاع السكان إلى الشمال مسؤولون في إسرائيل كشفوا لوسائل إعلام أن بلادهم فرضت حصارا عسكريا شاملا على لبنان تصريحات تتزامن مع تأكيد وزير الدفاع لميركي لويد أوستن عزم واشنطن منع إيران وشركائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع تحديدا بعد تهديد إيراني بتلقي إسرائيل ردا على اغتيال نصر الله شبيها بالانتقام من سلفه عباس الموسوي بإمطار مستوطنات الإسرائيلية بالكاتيوشا ترجمة نانسي قنقر